ومشاهدين ما زلنا معكم على المتابعة وانضم إلينا هاتفيا سيد سوفيان أبو زيدا الوزير السابق في السلطة الفلسطينية سيادة الوزير تحياتي وهذا العضوان الإسرائيلي بالأمس الذي انتهك كل القوانين وكل مقررات الشرعية الدولية كيف ترى رد الفعل العربي حتى الآن أهلا بك سيد سوفيان أبو زيدا مساء الخير لكل المشاهدين يعني أعتقد أن الوضع الإنساني في غزة وما وصل إليه خاصة بعد العضوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة حرك الشارع العربي والشارع الإسلامي وحرك المجتمع الدولي لكي يرى الحقيقة التي يتعرض لها هذا الشعب من عملية إبادة حتى الآن نعتقد أن هذا التحرك هو بمستوى هذا العدوان المدمر القاتل للأطفال والنساء والبيوت ما يحدث في غزة ليس مجرد حرب هو عمليا حرك احتياسة الأرض المحروقة يتبقاها الاحتلال الإسرائيلي تدمير مربعات كاملة سكنية حجم البيوت طوابط خمس طوابط ستطوابط من البنايات على رؤوس أصحابها بمن فيها من أطفال ومن نساء ومن شيوخ عدد الشهداء تجاوز الثلاثة ألاف بمعدل على الأقل من ثلاثمية إلى خمسمية شهيد يوميا غالبيتهم من المدنيين هذا أمر لا يمكن أن يحتمله العالم لا يمكن أن يحتمله المجتمع الدولي هذا يتناقض مع كل الأعراف والقيم الإنسانية وليس له أي تبرير بالمطلق الوئيس الأمريكي جاء إلى إسرائيل لكي يعلن عن دعمها المطلق دعمها بماذا؟ دعمها تطراب الأمريكية الحديثة التي تقتل الأبطال وتقتل النساء وما زال يتحدث عن الديمقراطية وعن الحرية وعن القيم الإنسانية هذا أمر مخجل حقيقة مخجل وأيضا يتحدثون عن ترحيل الشعب الفلسطيني وتوطينه في سناء لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني مهما كان لا يمكن أن يقبل أن يهجر من أرضه مرة الثانية بعد سبعين عام من التهجير ومن الهجرة ومن اللجوء لا يمكن أن يقبل الفلسطيني أن يصبح نهجة قرة أخرى ومرة رابعة ومرة خامسة في القرن الواحد والشرين نحن نقدر شعب فلسطيني نقدر جيدا موقف مصر شعب مصر الرئيس المصري متاحة سيسي الذي وضع بحري في الحال وقال لا يمكن أن نقبل نعم هذا مساس بالأمن القوم المصري وعليس فقط مساس بالأمن القوم المصري هو أيضا مساس بالطبيع الفلسطينية ومساس بالشعب الفلسطيني ولا يمكن أن تقبل مصر هذا الأمر ولا يمكن أن يقبل الشعب الفلسطيني أن يوطن خارج أرضه وخارج وطن والموقف الشعبي العربي والمصري داعم لهذا الموقف ورفض كل رفض لهذه الفكرة مجلس الأمن في رأيك متى يتحمل مسؤولياته؟ الرئيس الفلسطيني أوضح صراحة يعني أنه آن الأول لكي يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته إذا التصعيد الإسرائيلية في قطاع غزة فشل بالقريب مشروع قرار صغطه البرازيل حتى للوصول لهدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات في رأيك بعد المجزرة الإسرائيلية بالأمس بحق مستشفى المعمداني ومراح ضحياته من ضحايا أبرياء يمكن أن يتغير هذا الموقف الدولي؟ لا مجلس الأمن هناك هناك الولايات المتحدة الأمريكية التي لها حق النقد البيتو ستصور ضد أي قرار ستصور ضد أي قرار ضد إسرائيل وبالتالي ليس هناك أمل أن يتم أن يتم اتخاذ أي قرار من مجلس الأمن نصرة للشعب الفلسطيني ليس فقط ذلك ليس فقط إدانة إسرائيل هو أي قرار قبما يعني فقط يجبر إسرائيل أو يلزم إسرائيل على أن تدخل مساعدات إنسانية أنا أعرف أن هناك شاحنات تنتظر على معبر رفح تنتظر بشارة للدخول إلى غزة لتقديم المساعدات الإنسانية صحيح كل شيء كل شيء أصبح أصبح مفقود في غزة المحروقات التي تستخدم في تشغيل مضخات المياه ومؤثير المستشفيات لكي تنقل حياة المرضى المياه أصبحت معدومة الطعام الأشياء الأساسية على وشك أن تنفذ بشكل نهائي وبالتالي نعم غزة تنتظر أن يتم أن يتم إدخال هذه المساعدات بدون قيد وبدون شرق وبدون تحبيد إلى غزة قبل أن اتسع دائرة الكارثة لتشمل الجميع وكأن الشعار من لا يموت بقنبلة أمريكية سيموت من الجوة وسيموت من العطش وسيموت من المرض الكارثة أيضا سيادة الوزير أن إسرائيل تقوم بحالة من التعتيم الإعلامي وهناك تغافل من الإعلام العالمي عن حقيقة ما يحدث في قطاع غزة هناك ليس فقط منع لدخول المساعدات وإنما منع لدخول منظمات المجتمع الدولي التي ترصد الصورة على الواقع وبالتالي هذه الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني لا تصل إلى العالم في رأيك الحل أمام ذلك هل الغضب الشعبي العربي وهذه التظاهرات التي تعم المدن العربية هي وسيلة من الوسائل؟ هي إسرائيل تعتقد أن الصورة لا تصل إلى العالم ولكن العالم مخدر العالم مع القوي العالم العالم ينظر إلى الموقف الأمريكي وأوروبا تنظر إلى الموقف الأمريكي وأمريكا ظالمة في سياساتها أتجاه الكريم وظالمة في بعملها لإسرائيل إسرائيل تسمح تسمح لإدخال الصحفيين الأجانب يوميا تنظر منهم زيارات إلى المناطق التي تم مهاجمتها يوم سبع عشر من قبل المقاومة الفلسطينية وتسمح لهم أن يشاهدوا وأن يروا ولكن لا تسمح لهم أن يروا الوجه الآخر أن يدخلوا إلى غزة لكي يروا كيف تكون أشلاء الأطفال تمزق إرباً إرباً من الخنابل التي تلقيها الطائرات الإسرائيلية وكيف تهدم البيوت على رؤوس أصحادها وكيف يتم إزالة مربعات سكنية كاملة في أكثر منطقة في العالم مكتبة سكانية أسرائيل لا تسمح بذلك ولكن لا تستطيع أن تغطي الحقيقة الحقيقة مفشوطة والحقيقة معروفة وفي النهاية ستفود إسرائيل إلى محكمة الجناية الدولية وكل من استكم جرائب بحق الشعب الفلسطيني عاجلاً أم آجلاً سيحاكم في محكمة الجناية الدولية نعم المنتظر عربياً على المستوى الرسمي سيادة الوزير يعني الموقف الشعبي رافض ومدين بكل السبل لهذا العدوان وللمخططات الإسرائيلية ما الذي تأمل أو تنتظر من الموقف العربي الرسمي الموقف العربي أولاً يجب أن يضغط على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة هذا هو المهم الآن الموقف العربي يجب أن يضغط لوقف العدوان على غزة هذا هو المهم الآن غير ذلك غير مطلوب أي شيء آخر وقف الأدوان وإدخال المساعدات لكي لا يموت ما تبقى من الناس نعم وفي رأيك هل سبيل لحدود ذلك خاصة مع الموقف الأمريكي أداعم لإسرائيل يمتلك العرب من أوراق القوة الكثير إذا ما حسنوا استخدامها نعم يستطيعون أن يفعلوا ذلك نعم يعني أترى أن الأهم الآن هو دخول المساعدات هل هذا يكفي بالنظر إلى ما حدث من شبه انهيار للقطاع الصحي في قطاع غزة وهذا أمر يعني ينذر بكارثة إنسانية خاصة بعد ما حدث بالأمس يعني أنا لا أبالد عندما أقول لكي أن هناك كارثة إنسانية هناك الألات على شكل من كانوا في مستشفى المعمداني والذي قصف يوم أمن هناك عشرات الألات حوالي أربعمائة ألف فلسطيني في المدارس وفي المؤسسات بدون ماء وبدون كهرباء وبدون غذاء قولي لي بربك كيف يمكن أن يستمروا هؤلاء في هذه الحياة ربما يشربون من المياه المالحة غير الصحية الملوثة ربما حتى الآن ربما يستطيعون أن يحصلوا على قليلا من الطعام الذي يجعلهم على قيد الحياة ولكن هذا الماء سيخلص وهذا الصعام سيخلص نعم وهي كارثة إنسانية بكل المقيس أمامنا الآن الغضب العربي على المستوى الشعبي وهو واضح سيادة الوزير في كل المظاهرات التي تعوم عدد كبير من الدول العربية على المستوى الدبلوماسي فيما يتعلق بالعملين في القنصليات الإسرائيلية في الدول العربية هل تراها أيضا ورقة ضغطة حالية؟ أنا أعتقد أن وجودهم هو ليس له أي ضرورة ووجودهم من عدمه ولكن نحن نترك هذا القرار لكل دولة عربية تصرر وفق ما تراه هناك بل لا نستطيع أن نقول لهم غير ذلك نعم أشكرك جزيلا سيادة الوزير سفيان أبو زيدا الوزير السابق بالسلطة الفلسطينية كنت معنا عبر الهاتف ترجمة نانسي قنقر